ترجمة نانسي قنقر اللهم إن كنت تعلم أن في انضمامي لفريق قرة القدم في النادي خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وأعني عليه عمر ماذا تفعل؟ صليت استخارة على انضمامي لفريق النادي عمر بسيط كهذا تصلي له استخارة؟ نعم تعلمت أن أستخير الله في كل كبيرة وصغيرة حتى يظل قلبي متعلقاً بالله ومتوكلاً عليه تستخير الله ثم تأخذ قرارك؟ لا تعلمت أن أخذ قراري أولاً ثم أستخير الله عليه تقول تعلمت؟ هل هو الذي علمك؟ تقصدين من؟ الإمام البخاري ولماذا هو بالذات؟ لأنه من خمس دقائق أرسل لي طلب صداقة على الفيسبوك الإمام البخاري أرسل إليك طلب صداقة أمي لابد أنه يخيل إليك لا يا عمر ليست تخيلات انظر هذا طلب الصداقة من البخاري والأغرب أن أحداً ما قبله نيابة عني كيف ذلك؟ من المؤكد أنك قبلت الصداقة دون أن تشعر لا لم أقبل شيئاً وقد دخلت على صفحته ووجدتك من الأصدقاء المشتراكين بيني وبينه ها؟ أنت على صفحة البخاري يا عمر؟ نعم أعتقد أنه شخص استحار اسم البخاري لشدة حبه له ولكن الصفحة مليئة بصور البخاري وبأحاديث من كتابه وبعض من سيرته ألم أقل لك شخص يحب البخاري ويجمع علمه؟ لقد قلت لي من قبل إنك التقيت بالبخاري فعلاً وليس في المنام كما تصورت ها؟ كان يخيل إلي حسناً يا عمر لن أستريح حتى أكشف الحقيقة عما يحدث في منزلي تكشف الحقيقة؟ يبدو أنك أحببت الفيسبوك قليله مفيد وكثيره تافه يا عمر، الناس في عصركم يضيعون وقتهم في أشياء ساذجة ويسخرون من بعضهم رغم قول الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم لو عمل الناس بهذه الآية لمحوا نصف ما يكتبون على الفيسبوك وأكثر من النصف يا عمر قل لي، ماذا فعلت مع شيخك الذي تعلمت القرآن على يديه؟ هل ظل غاضباً منك لأنك أصبحت أشهر منه في إلقاء خطب الجمعة؟ ربما غضب لأنني لم أقرأ خطبه على الناس وجئت بخطب من عندي وقد مرض بعد فترة وقررت أن أزوره تزوره بعد أن خاصمك ومنعك من الخطابة عمر، هذا واجب على كل مسلم ألم تقرأ في كتابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجوب زيارة المريض؟ أي حديث؟ قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز عيادة المريض تعني زيارة المريض؟ نعم وقد عرفنا من رسول الله أن من ذهب لزيارة أخيه المريض فإن سبعين ألف ملك يستغفرون له في ذهابه وعودته شفاك الله يا شيخي الجليل شكرا يا محمد على زيارتك لي هذا واجب نحوك وأرجو أن تكون قد سامحتني بل أنا الذي أرجو أن تكون قد سامحتني يا محمد سأسمح لك بالعودة للخطابة في المسجد الكبير ولكن هناك شيء أهم من ذلك وما هو؟ أنت موهوب في سرعة الحفظ وجاد في طلب العلم وعليك أن تتلقاه ممن نبغ فيه من تقصد بالنابغين؟ الشيخ البيكندي البيكندي؟ إنه كبير علماء بخارة نعم ستجلس بين يديه وتتزود من علمه وهل يعرفني؟ أنا حدفته عنك ويريد أن يراك قضيت سنة كاملة تلميذا للشيخ البيكندي تعلمت منه الكثير وقد أعجب بقدرتي على الحفظ وكان يطلب مني أن أراجع كل ما يكتبه لقد انتهيت من مراجعة ثلاثة فصول من الكتاب يا شيخنا وما لي أشعر ببعض الحرج في صوتك؟ إني أستحي منك وجدت بعض الأخطاء في الأحاديث النبوية التي استشهدت بها أخطاء كثيرة؟ حوالي مئة خطأ يا الله لقد صححتها على استحياء شديد يا محمد من فينا الذي يستحي من الآخر؟ أنا الذي أخطأت أم أنت الذي تصحح أخطائي؟ أنا التلميذ وأنت الأستاذ اذهب وأكمل التصحيح وعد إلي بالكتاب مصححا كاملا قريبا إن شاء الله بارك الله فيك يا محمد وزادك من علمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ سليم بن مجاهد ها أنت قد عدت من سفرك الطويل آه سمعت عن كتابك الجديد لن أستطيع أن أعطيه لك قبل أن يراجعه تلميذي محمد بن إسماعيل تلميذ لك؟ يراجع كتابك؟ والله يا شيخ سليم إنه معجزة علمية بكل المقاييس تصور أنه يحفظ سبعين ألف حديث نبوي سبعين ألف بنصوصها وأسانيدها وما هو صحيح منها وما هو حسن وما هو ضعيف وما هو موضوع سبعين ألف حديث نبوي